أكدت وزارة الخارجية أن الكويت تولي أهمية تجاه تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين دول الحوار الأسيوي في المجالات الاقتصادية والتنموية جاء ذلك في مداخلة لمساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنتدى حوار التعاون الأسيوي ويأتي هذا الاجتماع ليستعرض التحضيرات الجارية للاجتماع الوزاري الموسع والمقرر عقده في السابع والعشرين من سبتمبر المقبلة على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة